الحمد لله صهرنا مطلعش على الفاضي وأنس جابر فرحتنا بالفوز النهاردة وتتأهل إلى السمن النهائي بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية مليون مبروك يا أونس من قناتنا قناة كريم الهندوي وإن شاء الله تفوزي بهذه البطولة السلام عليكم ورحمة الله بصراحة يا جماعة أي مباراة بتكون لأنس جابر دايما بتتأخر بسبب المباراة التي تسبقها سبحان الله حظنا وحش جدا في كل المباراة اللي بتكون قبل مباراة أونس جابر بتطول جدا وبتوصل لأشواط فاصلة ومجموعات فاصلة عشان كده بتتأخر مباراة أونس جابر وبتكون في الصباح الباكر الحمد لله أونس جابر فازت في مباراة اليوم اتنين مقابل لشيء مجموعتين دون رد كانت بتلاعب اللاعبة الأمريكية إليسيا باركس وقدرت أونس جابر تخلص المباراة بخبرة وبأقل مجهود وبأخطاء مباشرة كثيرة جدا من اللاعبة الأمريكية إليسيا باركس أونس جابر في بطولة المكسيك أو جوادة الأخارة إن شاء الله بنتمنى فوزها بهذه البطولة هي بفئة ألف نقطة والألف نقطة هيساعد أونس جابر كثير في التصنيف العالمي النهاردة أونس جابر كانت هادية جدا وعصابها هادية جدا ومركزها في المباراة منذ أول دقيقة وحتى آخر دقيقة والتركيز والودوق الشديد اللي كان على أونس جابر ده النهاردة قدر يخليها تفوز بالمباراة بكل سهولة أونس جابر النهاردة هتتأهل إلى سمن النهائي وهتلاعب إن شاء الله اللاعبة يعني جاسمين بوليني حال فوزها في المباراة الأخرى أونس جابر أعلنت بشكل رسمي عن مشاركتها في بطولة المنستير أو الياسمين في تونس من فئة 250 نقطة بالإضافة إلى أونس جابر أيضا اللاعبة الأمريكية فينس ويليامز هتشارك وأيضا حاملة اللقب البلجيكية اللاعبة ميرتينيز اللي فازت باللقب العام الماضي بطولة المنستير بالمناسبة مايار شريف اللاعبة المصرية غادرت بطولة غوادة لاخارة في المكسيك من الدور الأول بعد هزمتها من اللاعبة الإيطالية كاميليا جورجي بمجموعتين دون رد التصنيف العالمي الآن أونس جابر في المركز السابع عالميا في التصنيف الأول سابلينكا 9266 نقطة سويتك في المركز الثاني 8195 نقطة كوكو جوف 6165 نقطة وبجولة 5755 نقطة في المركز الرابع ورباكينة في المركز الخامس 5665 نقطة فوندروسوفا في المركز السادس 3830 نقطة ورقم سابعة أونس جابر برصيد 3771 نقطة ميتشوفا رقم 83765 نقطة وساكاري رقم 93560 نقطة ورقم 10 كيرتشو جوفا 3220 نقطة جدول بطولات أونس جابر في الفترة اللي جاية بإذن الله في بطولة المكسيك حاليا هي بتلعب في بطولة المكسيك من فئة ألف نقطة لحد 23 تسعة إن شاء الله وبطولة بكين بعد كده أيضا من فئة ألف نقطة هتبتلي 39 سبتمبر وتنتهي 8 أكتوبر بعد كده بطولة زهانجوزو من فئة 500 نقطة هتبدأ 9 أكتوبر وتنتهي 15 أكتوبر بعد كده بطولة الياسمين أو بطولة طبعا المنستير في تونس من فئة 250 نقطة هتبتلي 16 أكتوبر وتنتهي 22 أكتوبر وآخر بطولة نهائيات الجولة الختامية حالفز أونس جابر وتأهولها لنهايات الجولة الختامية هتبتلي البطولة يوم 29 عشرة بالمناسبة أونس جابر لما ترتاح دلوقتي وتأخذ يعني وقت من الراحة هتلعب أيضا رفقة الأمريكية سترينز في سمن نهائي الزوجي هي بتشارك في فئة الزوجي وفئة الفردي وصلت لسمن النهائي مع الأمريكية سترينز وهتلعب بعد قليل في سمن النهائي إن شاء الله بعد ما تاخد الراحة المطلوبة النهاردة أونس جابر خلصت المباراة ضد الأمريكية يعني باركس بسهولة شديدة وفازت عليها بمجموعتين دون رد مليون مبروك يا أونس تأهلك إلى سمن النهائي وإن شاء الله تكملي في البطولة على خير من فضلك اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته